السلام عليكم المدرسة الاسبانية تسيطر على ألقاب الدوريات الأوروبيات الخمسة تسيطر المدرسة الاسبانية التدريبيات على ألقاب الدوريات الأوروبيات الخمسة الكبرى حيث يعيش المدربون الاسبان موسما مميزا للغاية بعد حصم أهم ألقاب الدوري في المسابقات المحلية الكبرى وحقق المدرب الاسباني لويسن ريكي لقب الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان كما قاد الاسباني تشابيء لونسو فريق بايرلي فاركوزين الى الفوز بلقب الدوري الالماني للموسم الحالي فيما ينافس المدربان الاسباني يينبيب جوارديولا واميكي الارتتام مع فريقهما منشستر سيتي واريسنال على تحقيق الدوري الانجليزي الممتاز بريمير ليج فيما فاز المدرب الايطالي سيوم يوني انزاجي بلقب الدوري الايطالي مع فريقه انتر ميلان واقترب مواطنه كاريلوانوشايلوتي من حصم لقب الدوري الاسباني اللي جمع ريال مدريد مع منافسه المدرب الاسباني تشافيهيرنانديزي المدير الفني لبرشلونة وانتزع فريق بايرلي فاركوزين تعادلا مثيرا من ديفهشتواجارت اثنان اثنان في الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الالماني لكرة القدم حيث افلت بطل الدوري الالماني هذا الموسم من السقوط في فصل الخسارة وبات بايرلي فاركوزين اول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتجنب الخسارة في 46 مباراة متتالية في جميع المسابقات وبهذا التعادل رفع لفاركوزين الذي ضمنا سابقا التتويج باللقب رصيده الى 81 نقطة في صدارة البوند سليجا وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة